المرأة لما تتأمل في اشتباكها مع القضايا المثارة في الشارع تجدها حاضرة بقوة لكن لما تتأمل في حالها في المؤسسات تجدها غير حاضرة بمعنى المرأة موجودة بقوة وبكثافة في الشارع بين قوسين بالمعنى الصحيح للشارع أو المعاني الإيجابية للشارع لكن عندما تدخل البرلمان أو تخطو خطوة باتجاه البرلمان أو مجلس النواب لا تجدها موجودة بنفس القوة فبالتالي بتحتاج مثل هذه الأمور التي تدعمها اللي دعم موجودها في مثل هذه المؤسسات ليه المفارقة دي حادثة أو حاصلة هي طبعاً وجهة نظر طبعاً تحترم بس خلينا أقول إن المسألة مرتبطة بالوعي السياسي والثقافة السياسية والممارسة السياسية تمام هي موجودة في الشارع بقوة نفس الممارسات ونفس عدد المجتمع ونفس تقاليد المجتمع والآخر كل هذه المعطيات هي نفسها موجودة في الشارع فهي بتفرض نفسها وموجودة بقوة لكن مجرد ما تدخل البرلمان أو المؤسسات داخل الدولة بتجد توجودها مش بنفس القوة يعني أنا منحز لأدوار كتيرة للمرأة ومقتنع بأداءها وكفائتها كل حالة بحالتها أنا مش بقول كل النساء أو كل الفتيات أو كل الشابات تقدر تمارس العمل السياسي العمل السياسي له طبيعة خاصة الصراع السياسي له طبيعة خاصة يظل الأمر مرتبط بقدرتها على إدارة مهارتها وكفائتها وقدرتها على التعبير قدرتها على إنها يعني سيد أحمد في الخارج في باك أوفيس يعني مكتب بيعد للنائب عادة طلبات الإحاطة وبيعد للنائب الاستجوابات ويعدي للنائب المعلومات عن أي قانون سوف يتم طرحه بحيث أنه يبقى يشارك بفاعلية لكن أكيد سواء نائب أو نائبة أكيد ما عندوش الخبرات الكافية القانونية السياسية الفنية في أي موضوع مرتبط يعني لو قانون مرتبط بالرياضة بالتأكيد هيبقى محتاج سقافة رياضية ومحتاج معلومات ومحتاج أنك تشتغل عليه كنائب أو نائبة يستوي الأمر هنا مبين الاتنية يعني المسألة مش مرتبطة بالمرأة بس المسألة مرتبطة بأداء نيابي وأداء برلماني تحت القبة لو متطلبات ولو شروط مش الكل يوجدها ومش الكل يعني 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 النقطة دي برضو بحاجة